فرع حلوة والله في ناس كده بعيد عنك يعني بعيد عنك شوية ناس صغيرة كده كئيبة حبك كياب حبش تبقى مبسوط احنا وحشين قوي احنا سبنا السنغال ليت هجمنا النهاردة احنا ليه منتخب مش جامد اشمعنا هم جامدين واحنا لأ اشمعنا هم عندهم اسماء في اوروبا واحنا عارفين انتو الناس دي الناس اللي هو ايه تبقى كذبان هتنكد عليك تبقى خسران كده كده هتنكد عليك اللي هو هتنكد عليك وخلاص احنا مبسوطين فرحانين بمنتخبنا فرحانين برجولة منتخبنا بالمناسبة هقول شوية حاجات تفاصيل اول واحدة بس عشان نخطعها على جام ليه احنا ما عندناش محترفين كتير ليه اعضايا وكصص نبقى نحكي فيها براحتنا لما نوصل كاس العالم ان شاء الله ومنتخبنا يبقى موجود في كاس العالم 2022 مش وقتها دي خالص هنقول ليه بقى ما عندناش محترفين مش معنى هم عندهم مش عارف ناس في باريس وناس في واتفورد وناس في ريفربول وناس الكصص الكتيرة اللي بنقعد نحكي فيها دي في وسط ما احنا مبسوطين حطاها على جام فيه بقى نقطة في منتهى الاهمية انت بتبقى عارف قدراتك وده شغل المدير الفني يعني ريال مدريد قدام باريس سان جرمان في ممبراطة الزهاب سبقى ان ريال مدريد تكسب بعد كده باريس سان جرمان في ممبراطة العودة وليها تفاصيل في ممبراطة الزهاب قدام باريس سان جرمان في دورة ابطال اوروبا كان بيلعب عند منطقة جزاؤ ريال مدريد اعظم فريق في التاريخ بحكم البطولات والانجازات والحاضر وطريق كل شيء كان بيدافع في منطقة جزاؤ ليه؟ عشان قدرات باريس سان جرمان في اللحظة دي كان تعلى منه فالمدرب لو قال له انشلوتي قال لك لا انا هلعب على حسب امكانياتي انا مش هقدر جاري سرعات باريس سان جرمان ولا امكانيات باريس سان جرمان فهقف ادافع واخد من مطش الزهاب ده نقطة اتخطف صحيح بكورة في دي 94 من كاليان بابيه بس حاول يلعب على امكانياته ما قدرش يهاجم رغم انه هو ريال مدريد منشستر يونيتد هو بيلعب منشستر سيتي هتلاقيه ومنشستر يونيتد التاريخ تاريخه اكبر واهم من منشستر سيتي هتلاقيه بيدافع قدام منشستر سيتي عشان يحاول يا ام يتعادل يخطف جول عشان هو فيهم انه منشستر سيتي في اللحظة دي اقوى منه مبارح مكدونيا بتدافع قدام منتخب ايطاليا العظيم بطل اوروبا عشان فاهمة وعارفة ان منتخب ايطاليا اكيد اقوى منها فدفعت وقدرت تخطف هدف في الاخر هي القصة مش انت منتخب كبير ولا منتخب صغير اللحظة دي اللحظة دي سيبك من التاريخ ما تتكلمش لقتي على التاريخ انت في ارض الملعب يعني انفعش كارلوس كيروش ينزل يقول ايه انا منتخب مصر احنا اللي تاريخنا عظيم وتاريخنا كبير واقبل من اي منتخب افريقي فانا ههاجم لا اه هو بيبص على عناصر واسماء هنا وهنا بيبص على امور بدنية امور فنية جاهزية في بعض المراكز اكتمال في بعض المراكز ويبدأ يقيس طريقة لعبه وشغله الفني في المباراة انت بقى كمدرب وانتو كلعبين قليلة كبيرة متوسطة تتعامل مع الوضع بشكل حقيقي لكن الحاجات دي هي مش قصة انه يا عم احنا تلت بطولات افريقيا اه مال ده اللي انا بلعب فيه انا في ارض الملعب دلوقتي عندي منتخب لو هاجمته بشكل كبير جدا عنده كمية سرعات مرعبة يمين واشمال وفي النص وورا كل الفريق بيجري لو هاجمته وخطرت وخدت ريسك ممكن يخش فيه هدف اتنين وثلات هتفرحين تباية كمدرب وتقول لي انت مدرب محترم وهجومي مدرب هجومي محترم عشان بهاجم وساهم خطة فاعي وخط النص بتاعي واجهة غريب هدفين وثلاثة واربعة طب بمناسبة ريال مدريد ريال مدريد كان لسه بيلعب مع برشلونة الكلاسكو اخرى لكم بيتتفروا وكلكم على كرة عالمية لسه كان بيلعب ريال مدريد في برشلونة وريال مدريد كان بلعب في الكلاسكو برشلونة كسب اربعة طب كسب اربعة ازاي عشان ريال مدريد قرر يهاجم بتوني كروس ومودريتش اتنين في نص المرعب وفضل نص المرعب وفضل اجناب وفضل بكات وعمل حاجات غريبة انشرت في هذه المباراة عمل غلط ليه انه تعامل في هذه اللحظة ان برشلونة اضعف منه لما تعامل ان برشلونة اضعف منه او على اقل في نفس القوة خسر اربعة عشان انا جامد فانت النهاردة كان ممكن تقول انا جامد تقعدت هاجم تسعين دقيقة ما انا بلعب بقى في الكهرة وعلى ملعب وسط جمالي فقعد هاجم تسعين دقيقة تخسر بهدفين ولا تلاتة ولا اربعة اللي قدر الله ساعتها نقول اه لا اكام برفع لي انه هو بيهاجم المهم انك انت كمشجع تبقى عارف امكانياتنا وعارف امكانياتهم هل ده بيبقى العادي يعني هل السنغال على مدار تاريخها كان منتخب قوي جدا عنده اجيال كانت عظيمة جدا وبتهاجم هل البرازيل طول عمرها برازيل ما بيجي لهاش اجيال سيئة هل الارجنطين ما بيجي لهاش اجيال سيئة هل اسبانيا ما بيجي لهاش اجيال سيئة هل ايطاليا اللي بتعاني دلوقتي هجوميا ودفعيا البطري توليورو اللي بتخرج من كاس العالم ومشاريش كاس العالم لمرتين متليتين هل ايطاليا طول حياتها كان منتخب سيئ هي تفاصيل واجيال طيب هل أصلا الجيل بتاعنا دلوقتي ده جيل سيء؟ لأ بس بالمقارنة مع المنتخب السنغير هو جاهز أكتر طيب الأهم إيه بقى؟ أنا بالنسبة لأهم إيه؟ الأهم أن أنت كمنتخب مصر في كل الظروف دي يجي لك جيل قوي يجي لك جيل مش قوي يجي لك جيل متوسط يجي لك جيل ضعيفي يجي لك أي جيل بتقدر تتعامل مع كل الظروف والمدرب اللي معنا دلوقتي مدرب زكي زكي بيتعامل مع كل الظروف إصابات غيابات أمور بدنازة اللي شفناها في كاس ورمنا في كاس بيعرف يتعامل وبنكسب فأنت ما تفضلش طول الوقت تجلد في ذاتك اللي هو نيجي للعب البرازيل يقول لك لأ أنت إيه ما هجمش للبرازيل يا سيدي بالراحة بس هنقعد نحسبها مع بعض حسبك كده نقعد مع بعضينا ونتكلم ليه البرازيل فرق عننا ونشوف نقدر إزاي نطور ونبقى أحسن ونجيب كل المنتخبات ونبقى زي المنتخب السنغال على فكرة السنغال بالمقارنة بكل منتخبات أفريقيا هو منتخب استثنائي النهاردة بالمناسبة تونس بتكسب خارج ملعبها النهاردة الجزائر بتكسب خارج ملعبها النهاردة المغرب بتتعدل خارج ملعبها بالزكاء بالزكاء مش عشان إمكانيات عظيمة طبعا عندهم إمكانيات عظيمة وإحنا عندنا إمكانيات محترمة بس السنغال منتخب قوي جدا كامل زي ما قلت لك هي الفكرة أنه أي منتخب أفريقيا لعبته على مر تاريخك بأجيال مختلفة كان بيبقى عنده صغارات تحديدا في خط الدفاع وفي حراس المرمى النهاردة بجانب الشكل الهجوم القوي جدا لمنتخب السنغالي ووسط ملعبهم القوي جدا هم عندهم خط الدفاع وحرس مرمى أفضل حرس مرمى في العالم خلينا مبسوطين وهديين وفرحانين عشان ربنا يكرمنا إن شاء الله